بسم الله السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة عبارة على البريوش التركي ما سقيه بخليط يجي اهش من القطن مع عمر بحشوة الجبنة يجي هاد البريوش رائع خفيف وارطب بزاف واسفان جي وما يجيش ناشف نهائيا لانه مختلف في طريقة تحضر دياله على البريوش العادي يجي مع عمر بالفرماج يجي اشي هو منه ما قادر لي قليله وكن حصله على هاد البريوش الرائع اكيد اذا عجبكم الفيديو كيف العادة ما تبخلوش علينا اضغطوا لايك وتشتركوا معنا في القناة باش دائما يصلكم الجديد نبدو على مركاتي الله في استعراض المقادير مع طريقة التحضير فقنا اوضعت ملعقة كبيرة غير مملوقة من خميرة الخبز كاس من قياس العنباء من الحليب السائل الدافئ كاس كذلك من الماء قياس العنباء اكيد من الاحسن نعملو السوائي تكون دافية باش كتفعل عنا الخميرة بسرعة قد نضيف ملعقة صغيرة من السكر حبيبات ونحرك بواسطة طراب يداوي حتى كتفعل وكتدوب ديك الخميرة قد نضيف ملعقتا كبيرة من الكمية دي الفارينة اللي عندي في الوصفة او الدقيق نحرك جيدا وكنترك الخليط كيرتاح لمدة عشر دقائق من بعد ما كتمر عشر دقائق كنرجعو للخليط قد نضيف ليه كاس الى ربع دائما بقياس العنباء من الزيت النباتي وقد نضيفه الملح ملعقة صغيرة غير مملوئة فهذا العجين هذا كيجي الماداق نتاعه محايد ممكن تعمره بشوكولاتا قطع نتاع الشوكولات يعني كيصلاح اننا نعمره بحشوة لكي تكون مالحة او حلوة ونبدأ في اضافة الدقيق على بركتي لها شيئا فشيئا ونضيف كيس من البيكين باودر 8 غرام او خميرة الحلويات خميرة الكيميائية ونبدأ نحرك مع اضافة الدقيق شيئا فشيئا دائما بالنسبة للدقيق ما نجيوش نضيفه دفعة واحدة نضيفه بشوي بشوي ونزول الطراب ونكمل اما بالايد او بواسطة ملعقة او سباتيولا وننزل الجوانب اللي كتكون فيهم ملتسقة العجين على هات الشكل صافح تاكي تجمع عندي العجين بدون ذلك سهل في التحضير ديالو كتشوفو القوام بتاع العجين كي يكون غندهنه بالقليل من الزيت النباتي وهذي نترك العجين كي يختامر حتى يتضاعف الحجم ديالو والثلاثة ديال الأضعاف على حسب الحرارة ديالجو مهم كالراق بوحتك يتضاعف الثلاثة ديال الأضعاف بالنسبة للحشوة فقد نحتاج فيها كمية من الجبن كتبقى على حسب الرغبة وكمية واحدة ملعقة كبيرة من الزعتر او راق الزعتر قد ناخد الجبن اي نوع توفرته عليه ممكن تستعمله غير الفرماج المثلتات او المربعات كذلك قد ناخد الفرماج ديالي ونقطعه الى قطاع صغيرة قد ناخد قياس ملعقة كبيرة ديال وريقات الزعتر قد نحكهم ما بين ايديا قد نخلي الجبن قد ندوزون فرغوا ذاك الغاز اللي كي تكون بفعل الخميرة من العجين قد نستعن بالقليل من الفرينة باش ننشكل من العجين وصيه على هاد الشكل باش نقطعها الى كرات صغيرة قد نقطعها الى عشر او اتناشر قطعة عفواً قد نشكل من العجين كرات على هاد الشكل قد نغبر عليهم بالدقيق قد نبدأ نعمر الكرات ديال العجين على هاد الشكل قد ناخد كمية من الجبن ونوضعها في الوسط على هاد الشكل طريقة اللي سهلة وممكن استعملوا اعشاب مناسمة اللي كتبغي وممكن تديروا خليط من الاعشاب المناسمة ممكن تديروا لصيبولات المعدنوس اي نوع من الاعشاب تتعملوها مع الجبنة فكتتوتى بشكل كبير ونختاريط نعمل اليوم الزعتر صراحة كيتوتى بشكل كبير مع الفرماج قد نعمر معكم حبة واحدة اخرى عندي القليل ملجوبة في الوسط ونبدأ نجمع العجين على هاد الشكل فعجين لين فضغية كان نوجدو هاد البريوش هادا وكيجي زوين بزاف ينصحكم إن شاء الله باش تجربوه وإذا كنتو كتزوروا القناة الأول مرة فكنقول لكم مرحبا بكم ما عليكم غير تفعلوا زر الجرس باش دائما يصلكم الجديد بدأ ما عمرت الكورات بـ 12 بهم سناخد صينية ونحط فيها على حسب الحجم الصينية ممكن تاخدوا صينية كبيرة سناخد لكم 12 قطعة دفعة واحدة سنستعمل هذه وهنا رأي سخنة الفران ديال غاز نار متوسطة دزول الخليط اللي سنسقيو به البريوش نحتاج كاس ديال الحليب السائل رشا من الملح رشا من الفلفل أسود وأربعة قطاع ملجبن مثلتات نوضع الكل في الكاس نتاع المكسر ونطحن الكل جيدا سوف يكون عندنا الخليط واجد نفرغوه على بركة الله فوق بريوش ديالنا نحاولو نديرون الكورات مبعدين أنه يختاموا ويزيدوا كي تضاعف الحجم ديالهم سوف نحتفظ بالقليل أني عملت صينية في ها ثلاثة ديال الكورات سوف نجبن بدون زعتر بشها كي يرضي وأذوق ديال أفراد الأسرة سوف ندخلهم الفران اللي يكون سخون من قبل وقبل سوف ندهن الوجهن تاع البريوش بيضة مخفوقة مع قطرات من الخل ندهنهم مزيان باش كي ياخدوا واحد اللون محمر في الطياب وندخلهم في طريقة طياب نتاع الكيك 180 حتى الميتين درجة في الأول كتكون النار غير من التحت حتى يشدوا راسهم ويبدأوا ويتحمروا من الجنة ننزلهم باش كي ياخدوا واحد اللون زوين في الوجه قريبا نخدهم مني 15 دقيقة حتى طابوا يجي رائع جدا يجي رطبو خفيف وقطني وما كيجيش ناشف بحل أنواع البريوش الأخرى وكيطيبوه وكيشرب ديك الخاليط نتاع الحليب والفرماج فكيجي الديد الديد بزاف وكيجي قطني كما كيشوفو اسفن جي خفيف الصورة كتوضح كل شي ما كنحسوش نهائيا بالوزن ديالو في الإيدة ديالنا واحتف الماكلة كيجي الخفيف والديد كذلك وصفك تستحق تجريبك نتمنى يربي أنكم إن شاء الله تجربوها ويبقى الإعجاب ديالكم ثم بأفراد الأسرة ديالكم ما بقى لي في نهاية الفيديو إلا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية وما تنسونات من تشجيعة ديالكم باش إن شاء الله نستمروا في العطاء ضغطوا لايك واشتركوا معنا في القناة وفعلوا زر الجرس وبرتجي والوصفة مع الأهلو الأصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي باش تعمل فائدة للجميع ما بقى لي في النهاية إلا نقول لكم تهل الله فريصكم إلى المتقى في فيديو قادم بإليله واستودعكم في حفظ الرحمن ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة